السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل حال شباش تكونوا بخير ورجعت لكم اليوم بحلقة جديدة من الحلقة اللي لدينا هاليوم حاجة جاوب عن سؤال كتير نسأل مؤخرا وكتير ناس اخدوا برأيي يعني انه يا اغياد برأيك من هو افضل لعب شطرنج بالتاريخ فبهي الحلقة ان شاء الله راح احكي عن كزا شغلة وشي راح احكي شو يعني افضل لعب شطرنج بالتاريخ لانه فكتير ناس ما فهم الفرق بين افضل واقوى ورح احكي عن المعايير اللي راح نقيم عليها ورح احكي كزا شغلة يعني وبعد هيك راح احكي لكم رأيي ورأيي كبار اللاعبين مثلا مسألوا كاسباروف شو كان رأيه ولمسألوا كارسن شو كان رأيه وكاروانا وغيره من اللاعبين هلأ اول شغلة يعني شغلة دعم نخليه ببالك انه اشياء مثلا من افضل لعب شطرنج بالتاريخ من افضل ناليكورة قدم هالأشياء كلها بالتم اراء يعني مستحيل ليجي حدا يجزم ويحكي لك يعني بالحرف بالدليل انه واحد اثنين ثلاثة فمعناتها انه ريال مدريد احسن من برشلونا هاي الاشياء انتو نقشوها بالكومنتات عبوا الدنيا كومنتات يا اخوان خليكونا عم تكتبوا كومنتات عشان الفيديوين تشربوا اكبر عدد ممكن المهم فالفكرة انه هي بالتم اراء اه ويعني مستحيل مثلا نجيب مثلا شتاينتس نلعبه مع كارسن ونجيب كارسن نرجع نعيشه بزمن شتاينتس عشان نقرر فعشان هيك هي الفكرة انه كلها تبتم اراء ويعني اه كل واحد الى وجهت نظر بيحب ستايل فلان فبيحكي لك هذا احسن من هذا ويعني اه كل واحد ورأيه اول شغلة خلينا اه كيفية هي شو يعني افضل لعب فكتر ناس اه ما بيعرفوا شو يعني افضل لعب افضل لعب شترنج ما معناته اقوى لعب حاليا اقوى لعب شترنج بالتاريخ هو كارسن بس لما تسأل حالك هل هو افضل لعب شترنج بالتاريخ الجواب هو لا من وجهة نظري هلا راح احكي لكم ليش بس الفكرة انه قوة اللاعب اه قوة مثلا الجناريشن او قوة الجيل ما الى علاقة يعني هي العلاقة انه عاش بهذا الزمن وتعلم من اخطاء اللي قبله ما الى علاقة انه رهيب وكل هاتنا من اتفق انه بعد عشر سنين رح يجي حدا حيكون اقوى من كارسن نفس علي رضا مثلا رح يجي يوم الايام ورح يصير تصنيفه اعلى من تصنيف كارسن ورح يلعب نقلات ادق من نقلات كارسن الفكرة انه مع مرور الزمن بيتطور اللعب في كمبيوترات فناس بتتعلم في جيمات يعني مثلا ما كارسن اليوم بيغلط بفتاحية فالناس بتتعلم فكل ما يتقدم الزمن بيصير اللعب ادق وافضل والتصانيف ترتفع واكيد لو قلتلك بعد عشر سنين هل بتشوف انه حيجي حدا ويكسر رقم كارسن حتقول لي يعني بنسبة كتير كبيرة ايه لانه هاشي المنطقي فلازم نفرق بين اقوى لعب وافضل لعب اقوى لعب شطرنج بالتاريخ هو كارسن لكن من وجهة نظري هو مانو افضل لعب طيب هاي شغلة خلا يعني حبيت انوضحها بالبداية هلا خلونا نحكي شو المعايير اللي راح قيم عليها المعايير هي كالاتي راحين نشوف ابطال العالم او بشكل عام يعني اللاعبين الاقوياء من مورفي لين يومنا الحالي كل اللاعبين اقوياء مورفي وابطال العالم يعني انا جبت مورفي لانه ايامه ما كان في ابطال عالم او يعني ما كافي بطولات عالم لكن غير مورفي راح ناخد بس كل ابطال العالم يعني مثلا لاعب نفس اه رشيد نجم الدينوم مثلا اوكي هو كان استيل لعبه جميل لكن اكيد ما بنحط بافضل الف لعب شطرنج بالتاريخ لانه لا وصل لغران ماستر ولا الو انجازات بس الو قامات حلوة فيعني هاي دائما شغلة انتخليه ببارك انه اه اللي لازم يكون افضل لاعب شطرنج بالتاريخ لا بد انه افضل لاعب شطرنج في زمنه اي شغلة لا بد منه يعني ولازم يكون مهايمن فالمهم المعايير هي اا ا كيف كان مهيمن يعني مثلا تم مهيمن عشر سنين خمس سنين خمسة عشر سنة عشرين سنة ثلاثين سنة كيف كان مهيمن وكمان الشغل اللي هي كيف كان الفرق بينه وبين الناس التانية يعني مثلا هل كانت الناس اللي معه مثلا يعني كثير اقراب منه ولا هو كان مكتسح الساحة وما كان حدا غادر يوقف قدامه فهو المعيارين اللي حن نقيم عليهم قديش مدة الهيمنة والسيطرة وقديش كان الفرق بينه وبين اللاعبين التانيين اوكي هلا لو منبلش من بول مورفي بتلاحظوا انه هو زلم مرتب كان يعني لعب ع الكل بزمنه يعني كان دائما يفوز كان حتى احيانا يلعب بدون احصان ويفوز بادوار خالديه فهو كان مهيمن ويعني هيمن حتى الفترة طويلة ولما اجوا الكمبيوترات وحللوا الادواره اكتشفوا انه ادواره كانت ادق الادوار يعني كان يلعب بيه اه دقة الفين و ستمية الفين و خمسمية مع انه اصلا وقته يعني بالالف و تمانميات ما كان في كمبيوترات ولا فاشيه فيعتبر هاشيه انجاز بس بصراحة هنا ما نجد نشوف ادواره يعني اغلبية الخصوم اللي لعب معهن كانوا ضعاف يعني اغلبية الخصوم لو حاليا انا بدي حط تصانيفهم عنه بيكونوا تصانيفهم 1200 2300 يعني ما انه كتير اقياء فهي الشغلة بتنقص من الريتنج تبع مورفي انه اغلبية خصوم موقتها ما كانوا خصوم اقياء هاي بالنسبة لمورفي انتقل مثلا بعده ادولف اندرسن ما كان كتير مهيمن مورفي كان فوق يعني و بتفوت بعد هيك على شتاينتز شتاينتز كان بطل العالم بعد شتاينتز كان في لاسكر لاسكر هيمن عبطول هيمن يعني كان هو رقم واحد اللي تقريبا مدة 16 سنة فهي شي كتير رهيب فا يعني و انت نازل يعني بعد لاسكر في كاباب لانكا بعده في عليخين والقائمة تطول هلأ أنا من وجهة نظري مان هو أفضل لعب بينه ولكلن هلأ أنا من وجهة نظري في خمسة كل الناس لازم تتفق أنه هن أفضل خمسة بالتاريخ أول واحد هو مورفي لأنه لما أنت تشوف يعني الغراف أو الرسم البياني لدقة لعبه مقارنة بالناس اللي يعني خنحكي عداؤه ما عداؤه يعني المنافسين إلو كان دقته كثير عالية وكان دائما مهي من وفترة سيطرته أو مدة سيطرته كانت كثير عالية رقم واحد مورفي رقم اثنين كابابلانكا كان مجنن للناس هناك يعني ما كان حدا غاضر يوقف قدام كابابلانكا ومن هو 12 سنة أصلا يعني كان مدمر الكل ثالث واحد بشوفه هو تال يمكن ناس تستغرب أنه يأغل لش حاط التال يعني التال هو تال يعني أنه لعبه ممتع لش تحق تال من أفضل لعب الشطرنج هو أخذ بطولة العالم مرة واحدة بس لأنه لش حطي التال أنا شايف أنه تال مظلوم لأنه هو من اللعبين اللي كان معه خلينا نحكي يعني يعني إعاقة صحية أو هيك شي يعني أنه كان طول وقته بالمستشفى أصلا يعني حتى كان يروح البطولات و بنفس اليوم الصبح يكون عنده عملية وما يروح العمليين لا يروح البطولة فكان وضعه الصحي كثير سيء هذا الزلمة وتوفى أصلا بكير يعني فما حلوه ودائما كان يعاني من مشاكل صحية فعشان هيك أنا حطي التال غير هيك أنا بشوفه يعني كان كثير رهيب وأكيد لو استمر وكان وضعه كويس كان ممكن أنه يعني يحطوا أفضل لعب الشطرنج بالتاريخ رابع واحد يبشوفه هو فشر هلأ ليش فشر ما أنه هو الأفضل من وجهة نظره لأنه بكل بساطة استمر سنة واحدة بعد هيك وقف يعني ما استمرني يعني لعب هيك سنة أخب طولة العالم أوكي كان مهيمن يعني ما سباسكي ما عرف يعمل شيء أدامه لكن يعني بصراحة ما طول يعني كانت فترة سيطرته فترة كثير بسيطة لكن كان كثير رهيب يعني ما كان حدا غضر يوقف أدامه لا الروس ولا الأمريكان ولا أي حدا أخر واحد بشوفه هو من أفضل خمسة هو كسباروف لأنه بصراحة يعني لعب كثير رهيب بل يعني خلص هو عمر عشرين سنة كان أصغر واحد ياخه بطولة العالم وتم مسيطرة عليها من 1985 لين الألفين لما أجاب الآخر كرامليك وأخده فلعب كثير رهيب وهو اللي بالنسبة إليه من أفضل خمسة لأ إذا بد إحكي ما هو أفضل واحد إذا بد إختاره بس واحد إحكيه هو الأفضل فأنا بالنسبة إليه رح أختار كسباروف أنا بشوفه أنه هو أفضل لعب شطرونج بالتاريخ كما مرة يعني أكيد لو هو لعب مع كارسن كارسن حيفوز لكن أنا عم بحكيه يكونه كأفضل وليش ما حطيت كارسن لأنه كارسن يعني ما صيدر أبلا لما تيش يتقارنه مع مثلا كاروانا كاروانا حالي إنهو المصنف الثاني لما تشوف شو عمل مع كاروانا بتشوف أنه ما عمل شي يعني كل اللي عملوا مع كاروانا أنه تعادل معه كل القيامات ويدوب لما فاتوا بالرابير يقدر يغلبوا حتى بقبل كم يوم لما سألوه أنه هل خفت أنه وصلوا عشر تيام ريتد نمبر ون أنه المصنف الأول سألوه أنت يعني خلال هاي للسنين العشر سنين يعني هل هل أنت كنت خايف أنه ياخد منك اللقب حدا حكا أكيد لما أنا لعبت مع كاروانا يعني بالزور لغدرت يغلبه فعشان هيك أنا بشوف أنه كارسن أبدا ما يعني يعني ما أبدا غدر يثبت أنه هو أفضل من الكل بمرات بالعكس أنا بشوف المستوى كتير قريب وهالشي يعني ما بخليني نحط كارسن من أفضل خمسة فهذا السبب اللي خلاني ما حط كارسن من هاي القائمة والنفس ما قلت لكم في خمسة هنن أفضل خمسة من وجهة نظري مورفي كابابلانكا تال فشار وكسباروف والأفضل هو كسباروف هذا كان رأي أنتوا حكولي رأيكم من الكومنتات من هو أفضل لعب شطرانج بالتاريخ هي بالنهاية بالتم أراء اكتبوا لي رأيكم بالكومنتات رح أقرأ كل الكومنتات يمكن أنا بعدما أقرأ كومنتات كن غير رجل نظري ما بعرف بس يعني هذا كان الفيديو يعني أنتوا طلبتوا هذا الفيديو وأنا ما كان عندي مشكلة أنه أنا أعمله وهي رأي كسباروف هو أفضل لعب شطرانج بالتاريخ حكولي أنتوا رأيكم بالكومنتات يعني حاب بس شوف التضحي قبل ما يخلص الفيديو أوكي راك تيجي 3 حياكل وما حياكل بشوف أنا كينغ أفوان وخلص ليش لا تأكل بس مفروض أنه هيك ما يكون يعني خلص يعني تعال هون بعد نايت أفور طرح حس ما كان في داعي فوتو بيك خطورة أوكي كينغ أفتو كينغ هون كينغ هون وخسر فوضعه سيئ حيكون كينغ أفوان شكأنها لا هون طالب مات يعني ك كل ورجع لازم تأكل أوف كش مات يا الله خسر رهيب صراحة أنا بشوف لو بس بدي أرجع حليلها على السريع نرجع نحلي التضحية بس حسريع توقع بهذا الوضع كان مفروض يأكل كينغ تيكس جي 3 أجل هون الأبطالية الأسود بالظبط كان مفروض يأكل فااااااا البلندر أسطوري منه المهم يا إخوان أسف إذا طولت عليكم ها كان رأيي إن شاء الله تكونوا استمتعتوا واردتوا وجهة نظري اكتبوا لي رأيكم بالكوميدات ومشوفكم إن شاء الله في فيديوهات أخرى إلى اللقاء جميعا